بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء يوم السبت يوم أصحاب السعادة اللي احنا بتكلم معاهم عن إزاي البيت يكون متلقي لأنوار مدد ربنا سبحانه وتعالى بالنول والبركة عشان يتحقق عندنا السكينة والمودة والرحمة وقلنا إن أصحاب السعادة مساحة وسعة جدا جدا سواء اللي راحين على باب السعادة الواسع اللي بيسمى استلاحا الجواز أو اللي عايشين في الباب دوت وبيسعدوا وبيتهنوا بس محتاجين يجددوا حياتهم ويسعدوا أكتر لأن السعادة من القيم اللي بتزيد ما بتنقص وإحنا عدنا فترة نتكلم على فكرة تمهير الزوجين والنهاردة نتكلم على مهارة شوية بتختفي من البيوت شيئا فشيئا فلازم نأكد عليها عشان هي مصدر مهم جدا جدا من مصادر السعادة إيه المهارة دي؟ المهارة دي مهمة جدا جدا وهي مهارة إظهار الاشتياق والتفقد لأهل البيت الزوجين في الحقيقة عندهم شوية حاجات بيعيشوها في مراحل مهمة في حياته زي ما الزوجين بيحصل لهم نضج كمان الحب والزواج بيحصل له نضج بس في بعض الأحيين هما بيبقى عندهم صورة عن الجواز لازم تتراجع من وقت للتاني وعشان كده من اللي قال إن الحب بينتهي بعد الجواز؟ اللي بيقول كده هو مركز على حاجة اسمها الحب الرومانسي مركز على نوع واحد بس من الحب لكن في ناس كتيرة هما الناس اللي ما يعرفوش أصلا يعني إيه جواز؟ ممكن يقولوا إن الحب بيموت بعد الجواز فما عرفوش يختاروا شرك حياتهم ولا عرفوا بعد ما اختاروا إزاي يحفظوا على زواجهم ناجح وسعيد سعيدة ممكن يقولوا إن الحب بيموت بعد الجواز بس هو الحب بينضج بعد الجواز تعالوا نتفع على هذا الاستلاح إن الحب بينضج بعد الجواز يعني إيه بينضج؟ بينتقل إلى مستوى تاني وإلى حاجة تانية خالص وهو أن الجوازة تحول من أمنية إلى حقيقة بنعيشها بس بنعيشها إمتى؟ لم يكون عندنا جملة من مهارات من أهم المهارات دي المهارة اللي احنا نتكلم عنها النهار مهارة إظهار الاشتياق والتفقد المستمر احنا قلنا قبل كده أن فيه فرق ما بين الحب الرومانسي والحب الحياتي المتسع إيه اللي ساعات بيسموه حب العشرة؟ وساعات أنا ما بحبش أسميه حب العشرة لأن الناس ابتزلت حب العشرة لكن هو اسمه الحب الحياتي الحقيقي اللي هو الحب اللي بيتسع زي ما البهاء الزهير كان بيقول بعيني من أسميها بستي فترقمقن النحات بعيني مقطي يظنون أنني قد قنت لحنا وكيف وإنني لزهير وقتي ملكتي جهات الست طرا فلستم ممخطئن إذا ما قلت ستي إن هو يشوفها معاها طول الوقت وإن هي تشوفه معاها طول الوقت مش يشوف معاها إن هو يبقى كل حياتها لا حس بسنده هو حاسس بسندها طول الوقت فالحب الرومانسي هو اللي تكتب عنه الأساطير اللي احنا بنقول عنه تكتب عنه الأساطير وتقلفت عنه الحكايات والشعر عن لهيبه واشتعاله احنا مش جايين نحب عشان الدنيا تولع احنا جايين نحب عشان حياتنا تبقى أجمل وتبقى منورة وتبقى سعيدة احنا بنحب عشان تبقى في السكينة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة نتسكنوا إليها واجعل بينكم موادة ورحمة احنا عايزين نحب عشان حياتنا تبقى أجمل وأوسع وأسعد إنما مسألة النار واللهيب احنا عايزين نسعد ونفرح وحياتنا تتسع ونبقى احنا مطمئنين هي دي علامات الحب الحقيقي وهي ده بالضبط اللي احنا عايزين نقوله إن احنا عايزين نبتقد عن مسألة الحب الأعمى إلى الحب المنور لهيب الحب ده بيعمل شخص عن رؤية شرك حياته على حياته على فكرة وبالتالي بعد اللهيب ما ينطفي بالجواز يبتدي كل شخص يشوف عيوب التاني ويكتشف إنه مش قادر يتعامل معاه فيختف الحب وقد يؤدي ده إلى المفصال بعد الشر يعني ويقول لأنت جاي بتكلم دلوقتي بتكلم أصحاب السعادة بتقول لهم يؤدي إلى المفصال أه عشب بس يبقى عندنا وعي فالحب الرومانسي هو اللي بيختفي بعد الجواز وعلى فكرة مش لازم يختفي ممكن يبقى موجود بس يتطور بس هو ده وقت اللي بيتقال عليه إن الحب بيموت بعد الجواز اللي هو إيه الاشتعال واللهيب إحنا بقى عايزين نفضل من كل حاجة وهي بتنضج أحلى ما فيها إيه اللي في الحب الرومانسي إحنا محتاجين أنه يفضل الشوق والتفقد يعني الاهتمام الحب الرومانسي اللي مسألة الصهر الليل ومعرفش إيه والانشغال ده كله بيخلي الناس تسعد عشان حاكتين عشان في حد حاسس إنه هو مهم إنه هو يبقى أولوية في حياته فالشوق بيعبر على إن فلان ده أولوية في حياتي الحاجة التانية التفقد المستمر في حد مهتم إنه هو يبقى في سنة دي ويبقى في ظهري دايما فالاشتياق والتفقد دول أهم حاجة ممكن ناخدهم من الحب الرومانسي ومش محتاجين إنه إحنا لن نتوجع ولن نتقلم لإن إحنا عندنا الحب ده قيمة تخلينا أكثر اتساعا وأكثر راحة بس يفضل بقى من الحب حاجة مهمة جدا جدا حب الناضج بقى اللي هو الحب الحياتي اللي بيحس إن الإنسان موجود الحب ده في كل المعاملات فإيه اللي بيحصل فيخلي شريك الحياة يحسن معاملة شريك حياته ويبقى حريص عليه ويبذل ما في وسعه عشان البيت يبقى هادي وجميل وسعيد ومتقلق ومنور وبالألوان الطبيعية بألوان الفرح والسعادة وعشان كده هنلاقي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من وقت للتاني يعبر عن حبه للسيدة عائشة حتى على فكرة في غير مناسبات حتى لما يسألوا من أحب الناس إليك حضرة النبي يقول عائشة عشان هي تسمع وتتقلق وتسعد وتفرح وعشان نعمل كده فالطرفين محتاجين بشدة لشي يعملوه يفتر مذكرهم دايما بالحب اللي بينهم فالزوجة طول الوقت بتحب تسمع كلام جميل من زوجة يخليها تشعر أن هي مازالت الأميرة الفريدة الجميلة في نظر الزوج نفسه محتاج كمان يسمع كلام حلو من زوجته يسمع كلام الحلو من زوجته عشان يحس أن هو بطلها عشان يحس هو الفارس النبيل اللي في عناها كل ده هم محتاجين أن هم يسمعوه ولذلك وساعتها هي مش هتحس أن هي مساعدة خدمة في البيت وهو ساعتها مش هحس أنه ما كانت فلوس وساعتها عيفضله سعداء ويفضل الجواز بالنسبة لهم قيمة إضافية خلتهم أحسن عشان كده كان مهم جدا أن الطرفين يعبروا البعض عن اشتياؤهم لبعض على مدار اليوم بعبارات لطيفة تتقال بشكل مباشر أو من خلال رسائل أو مكالمات أثناء وجودهم بعيد عن بعض أو وجودهم سوا فمثلا لما الزوج يروح يكون موجود في شغله للفترة طويلة توصل إلى نص اليوم نص اليوم برا في شغله فإيه اللي يحصل؟ محتاج أنه هو يبعث رسالة أو يتصل يتفقد أحوال زوجته ويقول لها كده أنا اشتقتلك فاتصلت بك مش لازم يقول لها أنا اتصلت بك عشان مش لازم على فكرة أنت ممكن تتصل بحد فتتلكك وتجيب أي سبب عشان تتصل بحد لسبب لكن أرجوك اتصل بزوجتك عشان بس تقول لها أنك مشتق لها أن أنت بس عايز تطمن عليها التصل بزوجك في وسط الكلام في وسط اليوم قلت له أنا حبيت بس أدعي لك أنا همشتاء إليك هذا الكلام مفقوش أي نوع من أنواع أنا أسف يعني زي ما بيقولوا الناس ده مستهوك ده جزء من قوله تعالى وقولوا للناس حسنة الناس لو ما تعودتش أنها تتغذى على ده ده جزء من إحساس الرجل بأنه هو مكافأ حد ممتن إليه لما الحاجات التعبير عن الاشتهاق وده بيختفي اللي اتنين بيحسوا أن هم محدش شايفهم فعشان كل واحد فيهم يحس أن هم تشاف لازم نعمل كده وإلا هيبقى فيه خطر وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لي السيدة عائشة ويبين لها طول الوقت مقدار حبها فيقول لها حضرت النبي لأوا يعمل لها حضرت النبي نموذج كده عشان إيه ما تنسووش تفضل هي حاسة دايما أن الحب بتاعه حب ما بيتغيرش ما بيتأسرش فيقول لها عبارة حبك يا عائشة في قلبك العروة الوسق عامل زي العقدة أي زي عقدة الحبل يعني فكانت السيدة عائشة تسني كده شوية وبعدين تقول له تقول لها حضرت النبي تسأله كيف حال العقدة يا رسول الله فتقف يرد عليها هي على حالها يا عائشة بعض الناس بيقولوا احنا كبرنا على الكلام ده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كسر هذا الكلام ما فيش حاجة اسمها في الاشتياق والحب أن الناس كبروا على ده ما فيش حد بيكبر أقول لكم حاجة ما حدش بيكبر على الكلام الحلو ما حدش بيكبر على الكلام الحلو في احتياجه للكلام الحلو وما حدش بيكبر على الكلام الحلو أنه يقدر يقول الكلام الحلو احنا قادرين نقول الكلام الحلو بس بنخاف أن احنا نقوله ما نلاقيش رد الفعل المناسب دي ولذلك أنا بقول فيه تلات حاجات لازم نعملها عشان نقدر نمارس فكرة الاشتياق